اهلا بحضراتكم جديد بعد الاخر بالاسباب اداريا عملت للفريق كل ما يتمنى لجهاز الفني كل ما يحلم به او لا يحلم به وصل الى درجة التكريم هل الطبيعة البشرية انك انت لما تقول لواحد متشكل بتهمده ومش بتحفزه هل انت محتاج تقول لانسان عاقل يعيش ويمتهن هذه المهنة وعارف ان ارتباطه الشخصي كل ما يكسب بطولات هو بيعلم معها وبيحقق مكاسب محتاج تحفزه والمفروض ان الدوافع تبقى ذاتية من جواه ورغم هذا انت عملت المتصور انك تقدر تحفزه بيها انت شوف لما تجيد انا حكرمك انا حضعف لك المكافئات بس اعمل اللي عليك يا اخي ايوة كده برافو هل دي مع طبيعتنا الشخصية بتعمل حاجة تانية اسئلة عمالة ما حيراني ولكن تذكر ان انا وانا باماهد للمطش هنا قلت لك انا متخوف من بطولة المطش الواحد وخصوصا في بداية المواسم ليه وذكرتك بالجيل الزهبي عندما خسره من نفس المدرب بس كان مع حرص الحدود اه من والجزين كان دايوميها مرضاش وافئ للكابتن ابو تريكا يروح دبي اه التكريم بتاع سوبر اه احسن لعف افريق اه وراح عليه اللقب ساعد ادوها لإدابيور وعتبرو التاني اي وحاجة بجاجة التاني حتى اه لانه ما راحش وخسرنا اه وخسرنا بنتيجة إيجابية في المباراة نفسها مباراة المطش الواحد بيبقى بيلعبها الفريق اه بقدرات معينة يعني انا لما كون رايح بلعب بالمراس اه او بلعب بايم ميونيخ بلعبه بالطريقة اللي 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 تلعبت معايا سوان من حرس الحدود نفس المدرب او من طلاق الجيش اه التحفز الدفاعي وانا ما يخشش فيها جون وتيجي ضربات الجزاء انا وبختي اه عندما تصل امور لضربات الجزاء اه بتتساوى القدرات والطوفيق خلاص بقى يعني انت لما شناوي سدلك ضربتين جزاء على المنطق انك انت تشيل البطولة امم مش تضايع ثلاث ضربات امم لكن بقى دي تالت مرة تحصل لنا ان احنا اه ما نوفقش بهذا العدد الكبير من ضربات الجزاء امم ولكن اه المتابع للمباراة شايف الاداء الزهني مش عالمستوى مفيش ربط بين اللعيبة مفيش حلول اتقدمت بجمل كانوا بيعملوها وحفظينها انما هي كلها حاجات فردية اه ما تخدمش حد اه مفيش اه يعني 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 شوات شوات حاجات كده تبص تلاقي اه في ماتشاطل وانت جاهز بتلاقي اللعيب هو رايع الخط بيقطع له اتنين عشان يقابلوا الكرة اللي هتروح كل واحد دلوقتي مش سنك الكرة تروح له هو مثلا فرص جاءت لك بس مش كتير بس اتعاملت معاها ازاي انت مش جاهز هنا ذهنيا مش جاهز كفاقتك كتقصي دي واللي ما عرفش كفاقتك مش اعلى صورة